بسم الله الرحمن الرحيم المجموع الخضري قوي قوي جدا وبالتالي قوة المجموع الخضري بتبقى نتجه عن تغزية صح ومكافحة أمرات كويسة وبالتالي حتى لما بتبقى المجموع الخضري قوي ونضيف بالشكل ده هو بيبقى زي ما انت شايف كده من مميزاته أنه هو بيغطي الثمار ولذلك ما بيصبحش أي مشاكل لأن المجموع الخضري نفسه ممتاز غير كده مجموع خضري زي ما قلنا قبل كده أم قوية يبقى الجنين أكيد قوي يعني ما شاء الله زي ما انت شايف كده الدونة كويسة جدا 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 ما شاء الله تبارك الرحمن المجموع الخضري مش قوي بس قوي وكمان نضيف يعني نضيف ما فيش أمراض ما فيش عناكب مساحة الورقة نفسها حضرات ممتازة جدا مساحة الورقة نفسها ما شاء الله تبارك الرحمن حاجة ولا أروع يعني فبالتالي طبعا الورقة هي مصنع الغزاء فطالما الورقة كويسة أكيد ما شاء الله الثمار بتكون كويسة غير كده كمان ضبط ضبط قوة المجموع الخضري مع عدد الثمار دي بتبقى سنس معين يعني ايه المزارع الصحة والمهندس الصحة اللي قدر يطلع به تمام الثمار الكويسة مع العدد الكويس في الثمار مع العرش أو المجموع الخضري القوي لأن معظم اللي عنده مجموع جزري خضري قوي يا جماعة الخير دايما يقول لك أنا ما عنديش الظهرة ما بتمسكش الدنيا عندي مش كويسة لا هو الراجل طالما هو ماشي مزارع صحة وماشي بالبرامج بتاعتهم كان المكافحة ولا التسميد وكمان الغير كده كمان الجو نفسه بيساعد يا جماعة ده في شمال المملكة يعني قريب من الأردن فيه براد شوية الحال لحد الحين براد الجو مفيش حرارة عالية يعني تمام وبالتالي واخد ما شاء الله تبارك الرحمن جو كويس عرش كويس عدد الثمار كويس مفيش لنقص تغذية مثلا مفيش مش شفناش صمرة من دول المعروضة فيها مشكلة لنقص كالسيوم ولا نقص بوتاسيوم ولا فيها مثلا تعرج ولا أي حاجة ليه الأرض من تحت أساس الممهدة التغذية سليمة الأفضل من التغذية أنها كانت سليمة كمان يا جماعة أنه يكون في توازن بلنس ما بين العناصر المختلفة ما زودش حاجة منقص حاجة ما عودش أدف يعني دي غير كده برضو اللي احنا ملاحظينه ما شاء الله تبارك الرحمن ربنا بيركله يا رب مفيش عنده برضو تشريخ يعني مفيش تشريخ والتشريخ ده هو نتيجة سوء تسميد أزو التعالي أو تزبزب في الري أو برضو بيبقى الجو الحرارة العالية طالما الجو عندك حرارة عالية يستحيل أن يحصل عندك يستحيل أن يحصل عندك عقد كويس ويحصل أنه ما يكونش فيه تشريخ لازم يكون فيه تشريخ ما شاء الله تبارك الرحمن ربنا يبارك لأخونا الأخ ركان ركان السيف ما شاء الله تبارك الرحمن ودي عادتنا يعني مع أخواننا في المملكة العربية السعودية بيبهرون بصراحة ربنا هم أساسة بطيخ بصراحة في البطيخ عشرة على عشرة يعني مزرعين ولا أروع في القصة دي والقمح كمان عندهم يا سلام القمح في المملكة ما شاء الله الفدان تقريبا بيجيب فوق العشرين على طول بجد والله مشكلام يعني بيجيب فوق العشرين على طول أنا طبعا اشتغلت في المملكة فترة كانت من أفضل أيام حياتي وهي اللي كانت سبب أولا بعد الله سبحانه وتعالى في أننا أكون متواجد على منصة اليوتيوب بشكر حضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته